اشتركوا في القناة دايما ذكرى حرب اكتوبر المجيدة 47 يمكن الذكرى دايما هي اللي بتجدد فينا كل شيء مرتبط بالانتماء وبالوطنية وبحب الوطن وبنستعيد كل الذكريات وبنستعيد الروح القوية اللي استطعت ان هي تسترد للعرب كرمتهم مش للمصريين بس يمكن سينة دي تاريخ وهي مستقبلنا اللي جاي كل سنة وكل جندي في القوات المسلحة بخير وفي نصر دايما إن شاء الله يا رب ان شاء الله وسلم حتى وضحت دايما كده الانتصارات دي بتدي للإنسان دفع لقدام فحنا لما بنفتخر بهذا اليوم يعني بيدينا كده أمل بكرة أكتر وأكتر بإذن الله طبعا طيب اسمحنا نقول لأول خبر وأنا نتراقش فيه مع حضرتك مشاهدين الخبر اللي معنا الرئيس السيسي ترأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمنقشة جهود مكافحة الإرهاب ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقدما التهنية للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر وتنوى الاجتماع منقشة عدم من الملفات والموضوعات ذات الصلبة وانشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركاز الأمن القوم المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة يعني هو الحقيقة طبعا أستاذ محمود احنا الفاتل الفاتل دي طبعا كلنا والعالم كله انشغل طبعا من جائحة كورونا طبعا وكان هي يعني الاهتمام الأول والأخير كان بها ولكن احنا دايما الرئيس عبدالفتاح سيزي بيهتم بالقطاعات الأخرى برضو يعني مش معنى ان يكون في حاجة أو جائحة اكتاحت مصر أو العالم وطبعا هل نتكلم معنا الشأن من مصر يعني ان يعني بقية الحاجات نحنا نتجهلها وكده لأ بالعكس دايما الرئيس بيهتم بيه الأمور فحبين نعرف ايه آخر ما توصلنا ليه طبعا لجهود مكافحة الإرهاب يعني عشان المشاهدين يا بارات راية بص يمكن احنا في فبراير 2018 اعلنت القوات المسلحة العملية الشاملة في سينة ويمكن احنا في ملف الإرهاب خلال الخمس سنوات أو السماني سمانوات الماضية يعني قطعنا شهود طويل جدا في عملية تحجيم وضح الإرهاب يمكن احنا القاعدة الأمنية سواء كانت على الأمن الجنائي أو الأمن السياسي يمكن المنظومة بتقاص بعملية التحجيم يمكن احنا لو نظرنا لدرجة أو عدد العملية الإرهابية اللي كانت بتحصل في مصر في 2013 و2014 مش بالمقارنة بالتلات سنين الأخيرة يمكن الفجوة كبيرة جدا ما بين الأرقام اللي كانت موجودة واللي حصل ده وده بين عكس أو مترجم من المجهود اللي قامت به وزارة الداخلية والقوات المسلحة خلال السنوات الماضية سواء كانت بداية من العملية الشاملة في سينة واللي كانت نقطة النهاية لعملية العملات الإرهابية اللي كانت منتشرة بطريقة كبيرة خلال ما قبل هذا التاريخ يمكن احنا اللي بينعكس من ضحر العملات الإرهابية ما نشاهده من وضع عام يمكن احنا الفترة اللي فاتت دي أو الجمعة اللي فاتت شوفنا كل المحافظات وكل المواطنين خارجين يحتفلوا بذكرى انتصار اكتوبر وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي يمكن انت لو هت لو ما كانتش درجة الأمان مكتملة عند المواطن ذاته ما كانتش خرج بهذه الطريقة ما كانتش عادة الحياة اللي ما قبل طبيعية يمكن ما كانتش الإنجازات اللي بنسمع عليها والمشروعات القومية اللي بيتم تنفيذها دي تم تنفيذها وده يمكن سلعة الأمن من أغلى السلعة اللي موجودة في العالم ولكن انت التجربة المصرية فيها في عملية مواجهة الإرهاب يمكن احنا كنا من أوائل الدول أو الرئيس عبدالفتاح السيسي من 2013 هو بيحذر العالم من خطر الإرهاب وان الإرهاب ده يمكن شوفنا بعد كده ان بدأ ينتقل من دولة لدولة ومن قرى لقارة ولكن يمكن كانت العملية مركزة في مصر لانه كان التربص بينا قوي جدا وكبير ويمكن كانت فيه تربصات داخلية وتربصات خارجية فبالتالي المجهود اللي قامت بيه قوات المسلحة ووزارة الداخلية خلال السنوات الماضية احنا اللي بنجني دلوقتي بنجني عودتنا لحياتنا الطبيعية تحرقنا بسلاسة ما فيش أي معوقات أمنية تعوق أي شيء يمكن قبل جائحة كورونا كانت السياحة عادت بنسبة 90% عما كنا ما قبل في 2010 وصل للدخل بتاعها عددها عدل 12.6 مليار دولار لولا جائحة كورونا كانت المسألة دي اكتملت أكتر وزادت أكتر من ده فكل الأرقام الاقتصادية وأرقام الإنجازات اللي بتتم في المشروعات الحياة الطبيعية للمواطنين ده كله انعكاس لما قامت به القوات المسلحة ووزارة الداخلية في ضحض وفي ملف الإرهاب وده اللي احنا بنطمح فيه زيادته خلال الفترة اللي جاي يمكن المسألة ما كانتش مسألة ان انت بتحارب الإرهاب اللي بس انت الإرهاب بتحاربه بالسلاح أي نعم ولكن بالتنمية في نفس الوقت يمكن احنا خلال الفترة المقبلة مكسفين أو مركزين جوي على عملية تنمية سيناء بشكل كبير وبشكل كامل شفنا الأنفاق اللي تم تنفيذها شفنا المحاور والطرق اللي بيتم اللي تم تنفيذها خلال الفترة اللي فاتت في شرق مصر كل الحاجات دي بتأكد لك ان انت ماشي بخطأ سابتة بتحقق نجاحات كبيرة جدا في الملفات دي وخاصة في ملف الإرهاب لان زي ما بيقولك انت لو مش هتقدر تحقق درجة معينة من الأمان مش هترف تشتغل فبالتالي يمكن احنا محققين نجاحات كبيرة جدا في ملف القضاء على الإرهاب ويمكن ما ظنش خلال السنوات الماضية كنا بنسمع عن ما كنا نعانيه من قبل في 2013 و2014 و2015 يعني يوحاني طبعا يعني انا بشهدتك على الاطمئنان ده المشاهدين اللي احنا طبعا دايما بنقول ان لما بيكون فيه يعني حاجة بنمر بيها مش عايزين ننسى الحاجات المهمة الأخرى بالضبط انت بتقارن ما بين مرحلة ومرحلة أو فترة وفترة في المسألة دي احنا لو شفنا اللي كنا عايشين فيه 2013 وحتى و2012 و2011 لو هتجيبها من 2011 مش هو نفس الوضع اللي احنا مستقرين فيه ومحققين فيه النجاحات اللي احنا بنجيها دلوقت ديها فبالتالي ده مجهود عظيم ومجهود يستحق التقدير ويمكن زي ما بيأكد الرئيس دايما ان احنا مستمرين احنا ما عندناش حدود للطموح بتاعنا في اي شيء احنا بنحارب ارهاب وبنشتغل وبنحقق تنمية وكان لنا تجربة عظيمة في مواجهة جائحة كورونا على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتضافر اللي كان بيبديه المصريين يمكن المصريين دايما بيضربوا اروع الامثلة في مسألة التقاتف والتحالف في مواجهة اي ازمة البلد دي بيتواجهها ويمكن العالم كله بيبقى واجف نستغرب يمكن خلال الفترة اللي فاتت دي الواحد بيرصد تصريحات مثلا في وسائل اعلام اجنبية او غربية بتستغرب ليه وضع مصر في جائحة كورونا بهذا الشكل لكن يعني بتحس ان هو بيتكبر ان هو يعترف ان المنظومة الحكومية او الاجراءات اللي الدولة بتاخدها هي اللي مردودها او انعكسها اللي وصل ليه يعني تحجيم الخساري الخاصة بجائحة كورونا سواء كان على المستوى الاقتصادي او المستوى الاجتماعي والسياسي ويمكن احنا ما تعطلناش زي دول كتير في الملف داي ممكن الاستحقاقات السياسية تم تطبيقها في موعدها زي ما تمت في انتخابات مجلس الشيوخ ودينا مقبلين عن انتخابات مجلس النواب وبدأنا تدريجيا نعيد الحياة الى طبيعتها خطوة خطوة لغاية ما وصلنا للي احنا عشنا يعني الحياة طبيعية مع اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية وما زلنا بنأكد على تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ولكن احنا في الاول وفي الاخر بنجف جدام شعب بيعجز امام العالم عن توصيفه في مواقف كثيرة جدام وكان اول حاجة كانت حرب اكتوبر دي ما حرب اكتوبر نموذج لوقع تاريخية العالم كله واجف جدامها مصدوم الحرب دي غيرت مصاري العالم كله غيرت مخططات العالم كله دايما احنا بنضرب الامثلة في هذا الشكل 2013 وثورة 30 يونو نفس الكلام فبالتالي انت امام شعب عظيم جيش قوي قائد يعني حاطت نصب عينه مستقبل هذا الوطن والشعب في ظهره والجيش مساند ليهم فبالتالي انت مش بتشوف غير ان انت بتحاول تكون جزء من عجلة التنمية اللي عملها تتحرك وتدعم بلدك وتجف امام اي يعني مواجهات ترصد زي ما بنواجهها دايما فبالتالي احنا يعني لا نستطيع الا ان نقدم كل التحايا وكل التقدير للقوات المسلحة على مجهودها اللي جامت بيه خلال الفترة الفاتت في ملف الارهاب طبعا انا دايما بنقول ان مصر بتقوم بتحدي كبير جدا في الفتر اللي احنا فيها دي في كل القطاعات ورغم هذه الازمة احنا طبعا يعني شايفين الجهود وشايفين التطور وشايفين كل حاجة حلوة بتحصل وان شاء الله نتمنى الافضل والافضل لرب ان شاء الله بإذن الله بإذن الله طيب اسمحنا انتقل لخبر اخر سيد محمود مشاهدين الخبر اللي معانا بعد كده رئيس الوزراء يستعرض تقريرا بشأن الشكاوى الموحدة ومخالفات البناء تلقت دكتور مصطفى مبولو رئيس مجلس الوزراء تقريرا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة حول ما تم من جهود للتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة من المواطنين فيما يتعلق بخانون التصالح في بعض مخالفات البناء واكد الدكتور مصطفى مبولو ان الحكومة هدفها التيسير على المواطنين الراغمين في التقديم للتصالح والاستجابة لشكواهم والعمل على حلها مشهدين الاهمية التقنين اوضاع المباني المخالفة منذ سنوات مضت للمخالفين انفسهم قبل اي حد اخر فالمستفيد الاول من التقنين هم المخالفون الذين سيصبح لهم وضع قانوني بعد التصالح ورخص البناء وستتوافر لهم الخدمات وشهد دكتور طاري رفاع مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الى ان المنظومة قام باستقبال وتلقى وفرز والتحقيق من الشكاوى الواردة وتوجيهها لجهات الاختصاص كل فيما يخصه لافتن الا ان اقبال المواطنين على التواصل مع المنظومة اقبال مؤتمر الاعلام الذي عقده الدكتور مصطفى مبولي ودعا فيه المواطنين لتقديم شكاوى الى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في حالة تعرضهم لاي معاقض او تعنت من جانب اي جهة حكومية تتعامل مع الملف التصالح موضحا انا منظومة قام بتتعامل مع عدد 3781 شكوى وتم تصنف على اسس جغرافية وموضوعية تبعى لمحافظات التي وردت منها يعني هو طبعا اسس محمود الملف ده اخذ اهتمام كبير جدا بالضبط هو المتصدر المنشهد ما زال متصدر المنشهد الغتاء زي اللحظة يمكن لو احنا هنتكلم على منظومة الشكاوى الحكومية يعني كانت جايمة الفترة اللي فاتت في دي مش في ملف المصرحات بس جايمة بمجهود كبير جدا يمكن فكرة ان يبقى فيه جسور تواصل ما بين الحكومة او مجلس الوزراء مباشرة مع المواطنين في خلال حل شكويهم والتعاون مع الشكاوى دي وتوجيهها الى الجهات المختصة ومتابعة الشكاوى دي حتى حلها ده كان مجهود كبير جدا يمكن ملف المصرحات خلال الفترة اللي فاتت دي كان شاغل كافة الرأي العام ومتصدر المشهد بشكل كبير جدا شفنا من بداية لغاية هذه اللحظة يمكن كان فيه توجيهات من رئيس الوزراء حوالين اي معوقات تعوق المواطنين يتم اللجوء الى مركز شكاوى المواطنين سواء كان من على الووبسايت او الخطوط السخنة للتواصل وتقديم الشكاوى خاصة ان انت بتتعامل مع الاحياء واحنا عارفين الاحياء فيها مشاكل وفيها بلوة كثيرة جدا وفيها تعقدات وفيه روتين وفيه تسويفات وهكذا فبالتالي يمكن الرقم اللي حتى قلته 3881 عدد من الشكاوى اللي تم تلقيها فيما يخص ملف المصالحات وليتم التعامل معاها ويمكن فيه عدد منها تم حلها خلال الفترة اللي فاتت يمكن ما بين بطء في اجراءات وما بين تعصف وما بين روتين وما بين اهمال يعني فيه تنوى فيه عملية الشكاوى اللي تم تقديمها فيه قصة ملف التصالحات او اللابس اللي كان بيحصل كثيرا ما بين الصفل في المخالف ما بين المالك والمستجر وصاحب الارض وصاحب العقار ومالك العقار وباني العقار والمقاول والمهندس واللي اشرف والحي اللي اشرف يعني كانت المسألة يمكن فيها شبه تعقيد وفيها شبه تشابك كبير جدا فيه عملية تحديد الشخص اللي هو يتم التعامل معاه فيه عملية المخالفة ولكن احنا شفنا خلال الفترة اللي فاتت حتى بعد ما ظهرت الشريحة كبيرة جدا غير مقتدرة على ان هي تحل ازمة المخالفات فيه توجيه كامل رئيس عبدالفتاح السيسي للمجتمع المدني ما بين بدأنا بتخفضات وبعد كده دخلنا فيه مسألة يعني تحمل كافة المخالفات عن الأسر الأكثر احتياجا في المحافظات ويمكن شفنا مقدارات كثيرة جدا من مؤسسات سياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحمل تكاليف كافة المخالفات في قرى وفي مدن ومراكز وفي المحافظات بشكل كبير لحد ما نخلص من الملف ده ونوصل به إلى مسألة اللي احنا بنرجو منها لان الموضوع التنظيم ده يعني بصراحة يعني ما حد شكره العشوائية واحنا مسألة العشوائية في البناء الكل بيعاني منها انت مسألة التكدس السكاني مع عدم التخطيط مع عدم الرؤية اللي مصر عشت فيها خلال العقود السابقة ديك شايف النتيجة بتاعتها وصلة لزحمة المرور وعدم سيولة مرورية ومشاكل وتكبدت الدولة مليارات علشان تنفذ مشاريع طرق ومحاور وكباري علشان نوصل لمرحلة حل الازمة اللي احنا فيها دي فبالتالي يمكن المجهود اللي بزل من مركز شكاوي المواطنين في مجلس الوزراء في حل هذه المشاكل جزء كبير جدا من حل الازمة ورفع المعاناة عن المواطنين اللي بيواجهوا مشاكل مع التعامل مع الاحياء او مجالس المدون يعني فعلا زي ما حادتك اوضحته انا بس يعني حابب يعني حادتك ايضا فدنا في هذا يعني من ضمن تفاصيل الخبر كان فيه جملة بس كده ان هو فالمستفيد الاول من التقنين هم المخالفون يعني انا برضو عايزين نوضح لمشاهدين ان اي حد لسه متصالحش يروح يتصالح لانه في المصلحة العامة بص انت في الاخر المهلة تمدت لغاية 31 اكتوبر بعد 31 اكتوبر هيتم التعامل قانونا مع كل من لم يتم التصالح العقارات التي لا تحمل شهادة خلو من المخالفات العقارات دي ليس لها اي صفة في التعامل مع اي جهة حكومية او تقديم خدمات سواء كانت مرافج الكهرباء او الغاز الطبيعي او الشهر العقاري لان اصبحت كل التعاملات التعاقدية ما بين بيع و شراء ما بين المالك العقار والمشترين او المستأجرين كله هيبقى من خلال الشهر العقاري فعدم وجود شهادة من مصلحة من الحي او من الجهة المختصة بخلو العقار ده من المخالفات العقار ده مش هيتم التعامل عليه في اي مرافق فبالتالي ما عندناش فرصة غير لغاية نهاية هذا الشهر ان اللي لم يتم تقديم اي تصالح وخاصة ان احنا شايفين زي ما بيقولك كده في تسهيلات كبيرة جدا حصلة ما بين محافظات مخفضة لنسبة 50% وفي محافظات مخفضة 15% يعني التخفضات التقفيد في عملية المخالفات بين 15% لـ 45% حتى كمان تقديم الورق يعني رئيس مجلس الوزراء قال ممكن بس تقدم اول ورق وبعدين تستكمل بقى حتى بعد المهنة تخلص بالزبط لان المنظومة كلها محتاجة تتلم قاعدة البيانات بتاعت الملف ده لازم تبقى مظبوطة لان هي يمكن العدم وجود البيانات اللي كانت موجودة الاول او انت ممعكش بيانات فانت مش هتعرف تخطط مش هتعرف تعمل رؤية صحيحة فيما بعد مش هتعرف تعرف احتياجات المكان ده ايه او المنطقة السكانية محتاجة ايه علشان ما تعانيش من اي مشاكل احنا شايفين الطفرة اللي حصلت في مدينة نصر وشرق القاهرة بشكل كبير في مدينة نصر ومصر الجديدة من عملية تنظيمية يعني ما كانتش حد متخيل ان هي ممكن تحقق السيولة المرورية اللي كانت بتعانيها المناطق دي خلال السنوات الماضية يمكن التخلص من كل النقاط السوداء ومن كل الازدحام المروري اللي حاصل في الاشارات اللي كانت في منطقة مدينة نصر او مصر الجديدة انجاز عظيم حاصل بصراحة في المسألة دي فبالتالي عملية ترتيب الاوراق في ملف المباني والمخالفات وعادة تنظيم البناء والالتزام اللي المفروض كل شركات المقاولات او المجولين يلتزموا به ده اصبح فرض وما اصبحتش المسألة فيها تجاوز ولا هيحصل فيها تجاوز تاني يمكن خلال الفترة اللي جاية دي محتاجين الامور تبقى اكثر تنظيما ومبقى اكثر حفاظا لان البلد دي محتاجة ان هي ترجع لعهودها القديمة في عملية التنظيم وعملية الجمال احنا كنا مصنفين من اجمل عواصم العالم القاهرة في الاربعينات والتلاتينيات فبالتالي احنا نستحق هذا بتكتفنا وبتعاوننا لان الموضوع محتاج تعاون وعدم السلبية فبالتالي احنا يعني بنتمنى اي حد لسه ما تقدمش بي طلب تصالح في المخالفة يتقدم بي لانه في الاول في الاخر هو المستفيد الاول مش اي حد اخر مظبوط في كلام حياتك احنا بنؤكد على ده و بنقول برضو لمشاهدين ان اي حد لسه يعني ما راحش تقدم بيه التصالح يروح ويلائي زي ما الاستاذ محمود قال تسهيلات كبيرة وان شاء الله نرى الافضل الافضل يا رب ان شاء الله طيب اسمحان واسم محمود ننتقل لخبر اخر مشاهدين الخبر معنا بعد كده ابو الغيت يجب الاسراع في الاتفاق على تثبيت وقف اطلاق النار بليبيا شرق احمد ابو الغيت في الاجتماع الذي عقد حول ليبيا بدعوة امين عامل الامم المتحدة ووزير خارجية المانيا واكد انه خلال اشهر القريلة الماضية كان هناك تطورات مهمة ساهمة وبشكل تراكمي و بناء في حل الازمة الليبية من حيث الالتزامات التي تبديها الاطراف بوقف اطلاق النار وبالحفاظ على حالة التهديئة القائمة في الميدان وخاصة حول خط سرط وشد دائمين عام جامعة الدولة العربية على اهمية اسراح حكومة الوفاق والجيش الوطن الليبي فيها التوصل الى اتفاق رسمي وعداء مشامل تحت رعاية واشراف الاول المتحدة في اطار لتثبيت وقف اطلاق النار باحكام وده حيلتز من جميع بمجابها باخراج القوات الاجنبية والمرتزقة من الاراضي الليبية يعني ايضا برضو يا سيد محمود من ضمن الملفات طبعا اللي كانت بفيه اهتمام كبير جدا من قبل الدولة وحتى المواطنين دايما بيقولوا ايه اللي تم فيه الازمة الليبية هتوصل لغاية ايه الموضوع خلينا متفقين ان الازمة الليبية لما فيه اطلاق النار مستمر او تبادر اطلاق النقر المستمر فانت مش هتقدر توصل لحلول سريعة يمكن ليبيا فيها ازمتين ازمة الاختلاف الداخلي وازمة التدخلات الخارجية من تركيا ومن بين الدول الاخرى يمكن مصر كان لها مجهود كبير جدا دبلوماسي ورئاسي فيه الملف الليبي واعلان القاهرة اللي اعلانه رئيس عبدالفتاح السيسي الشهر قبل الماضي يمكن ده كان ليه نقطة محورية فيه التحول لحل الازمة الليبية بالضبط ويمكن ده ترتبت عليه امور كثيرة جدا يمكن احنا بندعو دلوقتي او زي ما بيقول الامين العامل لجامعة الدول العربية السفير احمد ابو الغيط ان لابد ان احنا نثبت مسألة عدم اطلاق النار او عدم تبادل اطلاق النار او تثبيت وقف اطلاق النار في الاراضي الليبية والنقطة الاهم من دي بعدها او تلوها اهمية اللي هي اخراج كل العناصر الاجنبية او العناصر الغير معنية بالشأن الليبي او المأجورة بمعنى اطلاق من قبل النظام التوركي او الانظمة المتربصة بليبيا او المتربصة بالمنطقة بحيث ان انت توصل لمرحلة حل وفاق ما بين الحكومة الليبية والجيش الليبي يمكن الشعب اللي هو الادرة والاحق بتحقيق مصيره ولكن انت بتقف امام دلوقتي زي ما يعني مسرد في الخبر انه في تدخلات خارجية وفي عناصر اجنبية موجودة وفي مرتزقة وفي محاولات لاشعال الفتن وفي محاولات لنشر الارهاب ويمكن احنا شفنا الازمة الليبية من 2011 لغاتها زي اللحظة كم من داعش وانصربة المقدس وغيره من الكينات الارهابية اللي لجيت البيئة المناسبة لها في المنطقة في حالة بعد تفكك الدولة الليبية يمكن رقب الصدق اللي حصل لليبيا خلال السنة الاخيرة او خلال الاشهر الماضية كان ليه دور قوي جدا في ان عملية عدد ترتيب الاوراق مرة اخرى نتمنى احنا الفترة الجاية دي بجاء الامور ماشية في استقرار مستمر وبيبقاش فيه نوصل للحل لان عمري ما هتبقى في حلول بالسلاح بشكل كبير جدا خاصة للنزاعات الداخلية لان انت بتشوف البعض يتم استمالته من خلال النظام التركي وده كان بمسبب ازمة كبيرة لعدم الوصول لحل في الاراضي الليبية فبالتالي انت محتاج ان انت الاستبرار في عملية الوفاق ما بين كل الاطياف الليبية اللي موجودة على الارض وفي نفس الوقت ان انت بتشوف كل ما هو خارجي وعنصر اجنبي ملوش اي علاقة بالشأن الداخل الليبية سوى ان هو بينفذ اجندة خارجية او بينفذ اغراض خاصة بانظمة موهومة ان هي ممكن تسيطر في المكان ده او ممكن تبقى موجودة او ممكن يقول لها الكلمة على الاراضي الليبية وفعلا زي محادتك اوضحت يعني وزي ما قلنا المشاهدين دايما بيهتموا بالشؤون كمان الاخرى للبلاد القريبة فطبعا بنتمنى ان السلام يعم عليها طبعا وعلى كل البلاد رب ان شاء الله بإذن الله طيب اسمحان انتقل لخبر اخرز محمود المشاهدين الخبر اللي معنا بعد كده وزيرة التعاون الدولي الاستثمار الاوروبي يقرب توفير 750 مليون يورو لبنك مصر اعلنت الدكتورة راني المشاط وزيرة التعاون الدولي ان بنك الاستثمار الاوروبي اقر توفير نحو 750 مليون يورو لبنك مصر لاعادة اقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن استجابته لتخفيف تدعيات فيروس كورونا من خلال توفير السيولة اللازمة لاستمرارية اعمال هذه الشركات واشارت المشاط الاهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعدد الاطراف والثنائيين لدعم اجندة التنمية الوطنية التي تتاصق مع اهداف التنمية المشتدامة السبع عشر موضح ان وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لتوطيد التعاون متعدد الاطراف من خلال ثلاثة محاول اساسية هما رصة التعاون التنسيق المشترخ واستراتيجية سرد المشاركات الدولية والتمويل التنموي لدعم التنمية المشتدرة يعني هو الحياة أستاذ محمود لو كنا نناقش في هذا الخبر يعني باستثناء طبعا الخبر وتفاصيل الخبر ولكن هل يتكلم عن الإختصاب بشكل عام في زل جئ أحد كورونا طبعا أننا احنا مرضا بها طب خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلينا نقول أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة دي هي الأكثر نموة في أي اقتصاد في أي دولة ليه الاهتمام بيها بشكل كبير لأن هي قاطرة جر التنمية سريعا يمكن أنت لو هتبص لدراسات الجدوة بتاعتها لمشاريع الصغيرة والمتوسطة تتلاجاها بسيطة ولكن في نفس الوقت قد يعني عدد كبير من المشروعات دي إقامتها في توقيت واحد يمكن يجي 50% من توقيت مصنع كبير ممكن تقيمه بـ 20 ضعف قيمة الاقتصاد اللي هتنفزه فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي أنت بتبص لإقتصاد يعقودك بسرعة النمو فيه سريع جدا عجلة النمو فيه سريعة نسبة التشغيل فيه أعلى يمكن المشاكل بتاعته أو المشاكل اللي بيحلها اقتصاد صغير والمتوسط أكثر بكثير من المشاكل اللي ممكن يحلها الاقتصادات الضخمة يمكننا إحنا لو هنجي نبص مثلا على مصنع من المصانع الكبيرة جدا دي ممكن تقيمه في 4 سنين 4 سنين ممكن تنفس فيهم أكتر من 1500 مصنع من المصانع الصغيرة المتوسطة ويمكن 50% من الاستثمار بتاع المصنع الكبير ده يقيم لك بها 1500 مصنع دول فأنت بالتالي مهتم بيه ويمكن رئيس عفتح سيس من 2015 من أيام مؤتمر شرم الشيخ في مارس شرم الشيخ أعلن المبادرة بتاعت البنك المركزي بتوفير أكثر من 200 مليار ديني أو توفير 200 مليار دينيه للمشاريع الصغيرة المتوسطة يمكن المجهود اللي جام بيه وزارة التعاون الدولي في دعم هذه الأفكار وخاصة بعد جائحة كورونا يمكن كل الاقتصاديات في العالم تأثرت ويمكن أكثر التأثر كان في هذا القطاع خلال الفترة اللي فاتت لأن يمكن احنا الثلاث شهور من مارس لغاية يونيو كانت التوقف بيجي بشكل كبير فبالتالي التأثر الاقتصادي السلبي كان محتاج عملية انتعاش يمكن كان الرئيس عفتح سيسي من شهرين أعلن المبادرة بتاعت ما يغلاش عليك ودي كانت لها دور كبير جدا فيه تنشيط الكساد الاقتصادي والركود اللي حصل فيه سوق التجارة بشكل عام وبدأ يحرك العملية بشكل قوي جدا خلال الأشهر الماضية لحين العودة للحياة لطبيعتها الاقتصادية ويمكن احنا لسه ما تخلصناش بشكل كبير جدا من الأثار السلبية بتاع جائحة فيروس كورونا على قطعات الاقتصاد المسألة بتتعافى وبترجع بشكل تدريجي ولكن انت في مرحلة يمكن زي ما التقرير بيسرد ان انت يعني محتاجين نوسع أكثر بشكل كبير قطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة على كل المحافظات محتاجين نبرز كل الحرف اللي موجودة في المحافظات ومحتاجة تعظيم ومحتاجة تسويق ومحتاجة ان هي تكبر وتبقى في كينات صناعية محترمة تقدر تقويها وتقدر تشغلها ويمكن المشاريع دي لما يتم من التنفيذها هتلاقي مردوداتها الاقتصادية سواء كان على أزمة البطالة سواء كان على نسبة النمو سواء كانت على نسبة الدخول هتلاقيها محترمة وقوية جدا وهتساعد بشكل كبير جدا في حل المشاكل في محافظاته في التشغيل وفي الشباب وفي الخارجين ولكن وده بيشجع بشكل كبير القطاع الخاص في مشروعك يمكن جهاز مشروعات الصغيرة المتوسطة اللي كانت اللي تابعة الوزارة الصناعية يمكن الجهاز ده خلال السنوات الماضية كان جاي بمجهود كبير جدا في إقامة المعارض وتنشيط مسألة الحرف اللي موجودة في المحافظات يمكن الواحد كان بيشاهد الفيديوهات اللي كانوا بيصوروها لبعض الحرف اللي في المحافظات الحرف دي لو تم الاهتمام بيها بشكل كبير وتدعيمها وتقويتها ودمجها مع المنظومة الاقتصادية وتوسيحها والفكرة ان انت بتنقل خبرة اللي بيجوموا بالحرف دي من جيل لجيل وبتكبرها وبتقويها ده هتجوم لك اقتصاد احنا محتاجين نشوف قرية في محافظة دعا اكتر صح زي مثلا ما بتكلم على قرية تونس اللي شغالها في الفخار في الفيوم بنتكلم على قرية بتعمل جماش التلي في محافظة صهاج في شندويل بنتكلم على أخميم اللي بتعمل حرير وكليم وحياة زي كده فانت محتاج تعمل المنظومة دي بشكل متكامل الدعم المالي او التمولات المالية بعد جائحة كورونا يمكن مصانع كتيرة كانت محتاجاة ويمكن على ما ظن مجهود وزارة التعاون الدولي في تنفيذ السفقات دي او في تنفيذ البرتوكولات التمولية دي هيحرق لك الدنيا اكتر او هيدعم لك او هيتلاشلك كل الخسائر او كل المواجهات لوجهة الاقتصاد بتاع المشاهد صغيرة ومتوسطة يعني فعلا زي ما حدتك اوضحته احنا دايما بنقول ان يعني رغم اي حاجة بنمر بيها وجائحة ولكن احنا شايفين التطور افضل وافضل ونتمنى طبعا ان يكون ده في ازدياد اكتر في الفترة بإذن الله رب ان شاء الله الحقيقة طبعا استاذ محمود في نهاية الفقرة بنقول ان اي اخبار بنقولها ونعرض على مشاهديننا ولكن دايما في الاول وفي الاخر بنتمنى ان يعني الامور تعدي بسلام يا رب ان شاء الله في مصر وفي كل الاخرى وطبعا في الاول في الاخر كل سنوح حاتك طيب انتصارات اكتوبر حاتك بخير وكل المصرين بخير ودهن المصرين يا رب ان شاء الله شكرا حقيقة شكرا جزيز شكرا لي مشاهديننا بنشكر جدا الاستاذ محمود الدبع الكاتب اصحف مشاهديننا بكده خلصت فقرة الصحافة سمحونا نطلع فاصل ونرجع مع الفقرة الاخيرة اللي ايدا رح نتكلم فيها عن انتصارات اكتوبر ونعرف تفاصيل عنها اكتر بيسعدنا وبشرفنا في استوديو سباح مية للكلام عن نصر اكتوبر وجود سيادة اللواء مجد اشحاتة احد ابطال حرب اكتوبر فاسمحونا نطلع فاصل ونرجع مع الفقرة الاخيرة خليكم معنا